السؤال اللي بعد كده بيقول جوزي كان بيكلم واحدة علي وكانت بتديله فلوس ولما سابها كلمتني وقالتلي انا عايزة فلوسي وهو قال لي انا مخدتش حاجة غصب عنها هي اللي كانت بتبعتلي عشان عايزان يتجوزها انا عايزة اعرف حكم الفلوس دي ايه يا مولانا لا انت عايزة تعرف حكم جوزك ايه مش حكم الفلوس اللي اخدها ايه انا اجاوبك على حكم الفلوس اللي اخدها ايه واجاوبك كمان على مسألة ايه 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 تزاية الصراف في الموقف ده وان كنت مسألتين ايش لان احنا تعلمنا ان يجوز الزيادة على الفتوى عند احتياج الانسان للزيادة دي انت طبعا السؤال اللي انت بتسأل لي ايه حكم الفلوس دي وبتتمنى ان انا كنت فهمت اللي انت واجعك وديئك الحقيقة ما تدي لهاش فلوس ما تدي لهاش فلوس ليه لان مين اللي اخذ الفلوس دي سواء بقى اخذها دين او اخذها على ان هو اخذها دين او اخذها على انها هبة هو جوزك فجوزك هو المسؤول عن هذه الفلوس وهي بالمناسبة لو ان هي ما دتلوش الفلوس دي وكانت بتقول ان الفلوس دي دين مش هينفع تطالب بهذه الفلوس وناس كتيرة بتبقى مش عارف الحكم ده بشكل واضح ان هي لما تدي الفلوس لواحد وقصدة ان هي الشخص ده يبقى فيه علاقة حسنة بينهم فهو لما بيقلب عليه بيحاول ياخد الفلوس مرة تانية الفلوس لو كانت هبة هي لا يجوز لها انها تأخذها لان رسول الله سلام قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه فخلاص فعلمنا بهذا المثل الصعب ده ان العودة في الهبة لا تجوز اذا كان الانسان قبضها خلاص واستهلكها فخلاص مفيش احتمال ان هو يرجع على الهبة التانية واخد الفلوس خلاص وصرفها فإن اللي حاصل فمفيش بقى مفيش ان هو عليك دين انت الدين ده لو كانت اديت له الفلوس ده وقالت له انا بديلك الفلوس ده قرض خلاص ساعتها تطالب زوجك من اللي زمته ممكن تكون مشغولة زوجك احتمال تكون مشغولة لو كانت اديته فلوس ده دين لكن لو اديته فلوس ده من غير ما تقوله ان هي دين عليه وهو قبل هذا الدين خلاص هتكون فلوس ذاهبة ويبقى لهو عليه فلوس ولا انت عليك فلوس امر التاني ان النصيحة لحضرتك ان انت تروحوا للارشاد الزواجي لان احنا عندنا مشكلة ايه المشكلة؟ المسألة ما عدتش المسألة ان انت دلوقتي في عندك تحديين التحدي الاولاني هي نظرتك لجوزك والتحدي التاني ازاي هتعيش معاه بعد كده بأمان ودولا الاتنين محتاجين ان زوجك يكون ناوي يتغير ولازم في خطة كده اسمها خطة التعافي لازم يقوم بها زوجك ولازم تدخله فيها عشان الامر يكون على خير حال